اعزائي طالب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في شرح منهج مادة النظم الالكترونية بنهنيكم ونهني انفسنا بقناة التعليم الفن هنتكلم عن المنهج بتاع مادة النظم الالكترونية وايه اللي هنتعرض له بالشرح خلال السنة الدراسية الحالية مادة النظم الالكترونية كلمة نظم والالكترونية يعني بنشوف انظمة الارسال والاستقبال وانظمة الرادار وانظمة الاقمار الصناعية دي اللي مقصود بكلمة نظم الالكترونية بنشوف الانظمة دي شغالة ازاي في الجزء الاول في المنهج او في الباب الاول من المنهج بنبتد نعرف عملية الارسال دي وبعد كده بنبتد نتعرض لشرح الرسم التخطيطي والدواير بتاع أجهزة الإرسال الإزاعي بنوعيها اللي هما الAM والFM ده في الجزء الأول أو في الباب الأول طبعاً هيدرس الكلام بالتفصيل رسم تخطيطي ودواير تفصيلية بتشرح كل عنصر في دواير الإرسال سواء كانت نظام AM أو نظام FM في الباب الثاني بنتعرض للجزء الخاص بأنظمة أجهزة الاستقبال الإزاعي اللي هي برضو أنظمة الاستقبال بتاع أجهزة الAM وأجهزة FM يبقى بنشرح إرسال واستقبال بتاع الAM وإرسال واستقبال في الFM وبرضو بناخد الدواير بالتفصيل الباب الثالث هنشرح فيه أجهزة الإرسال التلفزيونية وبنشرح أنظمة الإرسال التلفزيوني سواء كان الNTSC أو البال أو السكام وبنعرف إزاي بتم إرسال هذه الأنظمة الباب الرابع بناخد أجهزة الاستقبال التلفزيوني وكل ده بالتفصيل على فكرة بناخد كل الأنظمة برضو إرسال الأنظمة الملونة البال والسكام والNTSC وبناخد استقبالهم لأنه فيه دواير في الإرسال وفيه دواير لاستقبال لاستقبال هذه الأنظمة طيب والباب الخامس بنبتدي نشرح فيه الأقمار الصناعية وبندي فكرة عن أجهزة الرادار إن هي بتشتغل إزاي وبرضو فيه جزء خاص بجهاز الرمود كنترول وده خاص بأجهزة الاستقبال الإزاعية اللي نشرحها أجهزة الاستقبال التلفزيونية اللي نشرحها فيه الباب الرابع طيب هنبدأ دلوقت بأول جزء اللي هو الباب الأول وهنتكلم فيه عن نظم الإرسال وقبل ما نتكلم عن نظم الإرسال عايزين نعرف يعني إيه كلمة إرسال أو تعريف كلمة إرسال اللي مقصود بكلمة إرسال أو تعريفها وبرضو لازم بداية أول حلقة مع بعض بنشرح لكم الجزء ده نصيحة لأبنائي الطلبة وبناتي الطالبات لما يكون عندنا فيه تعريف أو مقارنة نفهمها ما نحفظها وإحنا أساساً المواد التخصص عندنا المواد الفنية كلها سواء كانت نظم اتصالات أو اتصالات اكترونية أو نظم ألكترونية أو أي مادة في التخصص هي بتعتمد على الفهم وأنا بقول لك نصيحة برضو الجزء اللي بتفهمه اللي بتفهمه في مادة في أي جزء في المادة بينفعك في الجزء اللي بعده والكلام ده حاول يعني حيبان وإحنا نشرح الأجزاء دي كلها الجزء اللي هفهمه في الجزء معين هيسهل لكتير جدا في الجزء اللي بعده فلازم تبقى عارف أو تبقى واخد طريقك من دلوقتي اعتمد على الفهم أفضل بكتير جدا من الحفظ حتى رسم الدواير بيعتمد على الفهم والكلام ده هنتعرض له خلال الشرح في الموضوعات اللي احنا نتكلم فيها هنتكلم دلوقتي على زي ما قلتلك تعريف كلمة الإرسال عموما تعريف كلمة الإرسال الإرسال هو نقل معلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد نقل معلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد المعلومات دي مقصود بيها إيه لا المعلومات دي بقى لازم نقولها جزء جزء المعلومات دي ممكن تكون صوت وهنا هيبقى فيه أجهزة إرسال خلي بالك معاي إذاعية اللي هيرسل الصوت أجهزة إرسال إذاعية وممكن المعلومات دي تكون صوت وصورة اللي هينقل المعلومات دي أجهزة إرسال تلفزيونية وممكن المعلومات دي تكون مستند ورقة ودي بنبعاتها عن طريق الفاكس برسل مستند معين وورقة معينة عليها توقعات معينة دي إرسال الفاكس وممكن أبعث أو أرسل ملف كامل عبارة عن مستند وصوت وصورة ومنقله رقميا وده بتم خلاج شبكة الإنترنت يبقى إذن أنا عرفت دلوقتي أو لمست كلمة الإرسال أو معنى كلمة الإرسال أو تعريف كلمة الإرسال منق البيانات أو معلومات من مكان لمكان تاني والمعلومات دي ممكن تبقى صوت أو صورة أو صوت أو صوت وصورة أو مستند أو ملف كامل بنقل رقميا كل دي مقصود بيها عملية الإرسال يبقى إذن فيه تعريف لمفهوم كلمة الإرسال تعالي نشوف الكلام ده على الشاشة ونشوف إزاي لو اطلب مني تعريف كلمة الإرسال أكتبه إزاي نشوف الكلام ده على الشاشة نوظم الإرسال دي اللي بداية بتاعتنا هنشوف أول حاجة عندنا تعريف عملية الإرسال نشوف كده الإرسال هو عملية نقل للمعلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد ويمكن أن تكون المعلومات دي معبرة عن صوت وهنا فيه إرسال إزاعي أو المعلومات معبرة عن صوت وصورة وده فيه إرسال تليفزيوني أو معلومات معبرة عن صورة صورة مستند وده بيتم بإرسال عن طريق الفاكس أو المعلومات تكون معبرة عن مستند وصوت وصورة وملفات بأكملها تنقل رقمياً وده بتنقل عن طريق شبكة مين؟ الانترنت فهمنا الجزء اللي خاص بتعريف عملية الإرسال تعال نشوف جزء بعد كده تقسيم أجهزة الإرسال نقف ده ونوضح الجزء ده أنا لسه أقيل لك من شوية أنت لو فهمت جزء حيرياحك في الجزء اللي بعده إزاي يا أستاذ؟ إحنا لسه من شوية معرفين عملية الإرسال ودلوقتي بقول لك تقسيم أجهزة الإرسال أنواع أجهزة الإرسال كل دي أسئلة والإجابة عليها واحدة تقسيم أجهزة الإرسال أنواع أجهزة الإرسال أفرع أجهزة الإرسال كل دي أسئلة والإجابة عليها واحدة إيه اللي مقصود بقى بتقسيم أجهزة الإرسال عايزك تعرف لي كل نوع أجهاز إرسال أو تقول لي على كل نوع في أجهزة الإرسال أجهزة الإرسال دي عرفها إزاي؟ خلي بالك من خلال فهمي للتعريف هقول تقسيم أجهزة الإرسال إزاي أستاذ الكلام ده هقولك إزاي إحنا مش قلنا تعريف عملية الإرسال نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد المعلومات دي قلنا عبارة عن مين عن صوت مين دي هيبعتها أجهزة إرسال إزاعية طب لا المعلومات هتبقى صوت وصورة في نهاية المعلومات يبقى مين اللي هيبعتها أجهزة إرسال تليفزيونية المعلومات دي يعني عبارة عن مستند مين اللي هيبعتها الفاكس طيب معلومات عبارة عن صوت وصورة وصورة مستند كامل مين اللي هيبعتها أجهزة الإرتاريت في كم نوع أجهزة دلوقتي أربعة طلعتهم من إين من التعريف وأضيف عليهم أجهزة إرسال خاصة اللي هي مين؟ أجهزة الرادار أجهزة تليفون الأرضي أجهزة تليفون المحمول كل دي أجهزة إرسال يبقى لما أجأ أقسم أجهزة الإرسال أجهزة إرسال إزاعية أجهزة إرسال تليفزيونية جهاز إرسال الفاكس شبكة اتصال الإنترنت كل دي من ضمن أجهزة الإرسال أجهزة إرسال خاصة زي الرادار والأقمر الصناعية والتليفون المحمول والأرضي خمس أنواع من الأجهزة طلعت أربعة من التعريف ضفطلهم مين؟ أجهزة الإرسال الخاصة يبقى أنا كده عرفت أطلع أو أستنتج تقسيم أجهزة الإرسال من خلال مين؟ من خلال التعريف تعال نشوف برضو على الشاشة بتكتب إزاي تقسيم أجهزة الإرسال نشوف تقسيم أجهزة الإرسال أول نوع أجهزة إرسال إزاعية وقلت لك دي لما كان المعلومات اللي هيبعاتها عبارة عن مين؟ عن صوت صح كده؟ طيب النوع الثاني أجهزة إرسال تليفزيونية ولو قلنا المعلومات دي صوت وصورة لما قلنا المعلومات مشتند يبقى أجهزة إرسال فاكس لما قلنا ملف كامل عبارة عن مشتند صوت وصورة وملف كامل عبارة رقمية يبقى عن طريق شبكة أجهزة الإرسال اللي هي شبكات المعلومات الدولية الانترنت النوع الخامس عندي أجهزة الإرسال الخاصة زي ما قلت لك زي الرادار وأجهزة الاتصالات والتليفونات الأرضية والمحمول وأجهزة الأقمار الصناعية طيب نشوف بقى الفكرة الأساسية لعملية الإرسال إحنا لسه قايلين في تعريف عملية الإرسال هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقل معلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد طيب الفكرة بتاعتها إيه؟ أو إزاي هنقل المعلومات دي من مكان لمكان تاني بعيد خلي بدك بقى معي المعلومات اللي أنا عايزة أبعادها أيّا كانت اللي حتى ذكرناها صوت أو صوت أو صورة أو مستند أو أي حاجة خالص بتعتمد فكرة إرسالها على إيه؟ إن أحول المعلومات دي إلى إشارة كاربية متغيرة في التردد وفي الجهد على حسب المعلومات اللي أنا عايزة أبعادها مثال برضو عشان نفهمه إنت هتبعث صوت وصورة زي ما أنا قدامكم دلوقتي على الشاشة إيه اللي بيتم عندي؟ أو إيه اللي بيتم دخل الستوديو اللي أنا موجود فيه دلوقتي؟ في كاميرا هي قدام مني وفي مايك الصوت عشان يروح لك لازم المايك ده اللي هو المايكروفون هيحول الإشارة الصوتية إلى إشارة كاربية الصورة عشان تروح لك الكاميرا اللي قدام مني دي لازم تحول الصورة بتاعتي أو المنظر بتاعي من إشارة ضوئية مرئية اللي هي الصورة لإشارة كاربية يبقى إيه زن؟ وبعد كده هبعتها ليه أجلسة الاستقبال؟ بس خلي بالك خلي بالك زي ما قلت لك كده اللي تبنى عليه أساس عملية الإرسال هو تحويل أي معلومات لإشارة كاربية وانا دربت لك مثال زي ما احنا موجودين دلوقتي الصوت والصورة اللي وصلن لك على الجهاز اللي عندك على الشاشة بتاعتك كده تحت استقبال هو ده حول الصوت والصورة لإشارة كاربية يبقى كل المعلومات دي بتتحول لإشارة كاربية وبعدين داخل محطة الإرسال الإشارة الكاربية دي خلي بالك الإشارة الكاربية دي هتبتدي تتبعت لأجهزة استقبال عن طريق الوسط النقل نقف هنا ونعرف يعني إيه الوسط النقل الإشارة اللي بتجيلك الطريقة اللي جات لك بيها أو السكة اللي مشت فيها خلي بالك السكة اللي مشت فيها مشت في سلك يبقى الوسط النقل هنا سلكي زي مين زي التليفونات الأرضية كلم في التليفون السماعة تحول الإشارة الصوتية لإشارة كاربية وتمشي في السلك لحد ما توصل ليه المستقبل طب كويس قوي الإشارة بتاعتي اللي جات لك من غير سلك يعني طريق إشارة كهراء ومغناطيسية زي الاستقبال وإرسال التليفزيون والإزاعي الإشارة دي أنت بتشوف في ربط بين محطة الإرسال وأجلسة الاستقبال اللي عندك في سلك واصل لأ طبعا أما الإشارة دي وصلت لك إزاي وصلت لك على إن محطة الإرسال في آخر وحدة فيها اللي هو هواء الإرسال حول الإشارة الكهراء ومغناطيسية إلى إشارة حول الإشارة الكهربية اللي هي صوت والصورة إلى إشارة كهراء ومغناطيسية والإشارة الكهراء ومغناطيسية بتمشي عبر الأسير أصبح هنا الوسط الناقل اسمه لاسلكي يبقى الإشارة اللي هتتنقل من محطات الإرسال إلى محطات الاستقبال يقام سلكية ودي بتبقى عن طريق سلك زي التليفون الأرضي يأما إشارة لا سلكية وده بتبقى إشارة كهروماناتيسية الوسط الناقل في الإشارة السلكية هو السلك والوسط الناقل هو الهواء أو الأسير في الإرسال اللاسلكي عرفنا كده الوسط الناقل اللي هو اللي حينقل الإشارة من الإرسال للاستقبال وفيه عند نوعين يأما وسط سلكي يا إما وسط لا سلكي والكلام ده هنقوله وبالتفصيل بعد كده نشوف كده الفكرة الأساسية لعملية الإرسال تعتمد الفكرة الأساسية لعملية الإرسال على تحويل المعلومات المرسلة أي أن كان نوعها زي ما قلت لك صوت وصورة أو مستند أو أي حاجة إلى تغيرات كهربية تتناسب في ترددها وجودها مع تفاصيل هذه المعلومات يعني الإشارة الكهربية متغيرة على حسب المعلومات لنعبعتها تنتقل هذه التغيرات الكهربية من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال خلال الوسط الناقل يا إما سلكياً يا إما لا سلكياً ثم تحول في أجهزة الاستقبال إلى المعلومات السابق إرسالها يعني الأصلها إذا كنت بعد صوت أو بعد صوت وصورة بترجع تاني لأصلها على الشاشة أو السماعة عبارة عن صورة وعبارة عن صوت على السماعة الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإزاعي الإرسال الإزاعي خلي بالك بقى معايا الإرسال الإزاعي اللي هو مقصود به خلاص حددنا بقى دلوقت يعني بقى إرسال إزاعي مش مش إرسال عام خلي بالك أنا لسه من شوية وقلت لك ايه الفكرة الأساسية اللي تم عن طريقها عملت الإرسال وسكت وقلناه سواء صوت أو صورة أو مستند أو أي حاجة إنما دلوقت ده بسألك أو بقول لك الفكرة الأساسية اللي تبنى عليها عملية الإرسال الإزاعي سال إزاعي هنا حددت صوت أو موسيقى والموسيقى من الصوت هنا بقى لا بكده نبتدي نخش في تحديد حاجة معينة اللي هي مين إزاي برسل الصوت ما هو إزاعي عن الصوت بيتم تحويل إشارة الصوت إلى إشارة كهربية متغيرة في الجهد وفي التردد برضو على حسب الصوت الصوت لما يعلق أو ينخفض ده بيبقى اختلاف في الجهد وفي التردد حظيم الإشارة دي اللي هي الكهربية المعبرة عن الصوت كلام ده بيتم إزاي ما إدلأت sen سائل لك ده مايك هو ده مايك ده هيحول الإشارة الصوتية لإشارة كهربية طب الإشارة الكهربية دي إزاي وصلتلك لحد عندك الصوت بتاع عنا ده إزاي يوصلنا لحد عندك خلي بالك كويس قوي من الكلام ده لأن الكلام ده مبني عليه دروس تاني هنتكلم فيها. احنا حولنا الصوت لاشارة كهربية. من اينا عمل الكلام ده المايك? هياخد الاشارة الكهربية دي. وبعد كده تخش على مرحلة فيستيديو. تخش على دايل التكبير. تكبر الاشارة الكهربية اللي هي معبرة عن الصوت اللي خرجت من المايك. وبعدين اعمل لها عملية تحميل. او تشكيل او تعديل. ايه ده الكلام ده? التلات حاجات دول الصوت بتاعنا صوت تردد مخفط. ما يوصلش للمسافات بعيدة. عشان اوصله للمسافات بعيدة. خلي بالك وعيس اوي. لازم احط الاشارة الكهربية اللي هي معبرة عن الصوت اللي خرجها من اندارة التكبير. اللي بعد المايكروفون على موج التردد عالي. دي اسمها تحميل او تعديل او تشكيل. عشان موجة التردد العالي دي هي اللي هتودي الاشارة للمسافات بعيدة. يبقى دي عارفنا المقصود ان في كده المقصود من عملية التعديل او التشكيل او زي ما قلت تحميل. كل دول واحد. ان انا بحط موجة التردد مخفط. اللي هو معبرة عن الصوت على موجة التردد عالي. وابتدي بعد كده دخلها على دايرة تكبير تاني. دا اسمها دايرة مكبر تردد عالي. عشان تكبر الاشارة بعد التعديل. وبعد كده ادخلها على مرحلة الهوائي بتاع الارسال. عشان يحول الاشارة دي. اللي هي عدلتها وكبرتها. يحولها من اشارة كهربية الى اشارة كهرومغناطيسية. ويبتدي يبعتها الاجهزة الاستقبال عبر الاسار. يبقى اللي مقصود به او الفكرة اللي تبني عليها عملية الارسان الازاعي. تحول اشارة الصوت او والموسيقى. الى اشارة كهربية. متغيرة في الجهد وفي التردد. على حسب تفاصيل الصوت. تعمل لها عملية تكبير. وبعد كده عملها امهيد تعديل. وعملية تكبير تاني. تردد عالي. وبعد كده يوديها الهوائي الارسال. اللي هيحولها من اشارة كهربية الى اشارة ونبتدي بعد كده يقبسها في الهواء عشان توصل لأجهزة الاستقبال تعالي نشوف برضو التعليف ده أو الجزء ده الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإزاعي تعتمد فكرة بص خلي باك بقى معايا تعتمد فكرة أجهزة الإرسال الإزاعي اللي هي أجهزة الإرسالة خاصة بالصوت على تحويل التردودات الصوتية والنغمات الموسيقية إلى إشارة كهربية متغيرة عن طريق المايكروفون زي ما قلت لك كده تكبر ثم يتم تحميل هذه التردودات بعد ما كبرها بعملية عمية التعميل تحميل هذه التردودات ذات التردد المخفض على موجة موجة ذات تردد عالي يبقى دي عمية التعديل أو التشكيل أنه نحطه موجة التردد المخفض اللي هي معبرة عن الصوت على موجة التردد عالي وبعد كده إيه اللي بتم تكبر وتوصل إلى دائرة هواء الإرسال حيث يتم تحويلها إلى موجات كهرومانسية تشعع عن طريق الهوائي فتنتشر في جميع الاتجاهات إلى مسافات بعيدة يبقى دي الفكرة أو الفكرة الإرسال لأجهزة الإرسال الإزاعي تعالي نشوف أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي خلي بالك بقى معي أجهزة الإرسال خلي بالك أنا من شوية قلت لك تقسيم أجهزة الإرسال وممكن برضو نحط لها أنواع أجهزة الإرسال وسكت اللي هي في البداية خالص إرسال إزاعي وإرسال تلفزيوني وإرسال الفاكس والنيت والأجهزة الإرسال الخاصة إنما هنا تاني بقول لك أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي ليه أنا بقول كده أحيانا شوف الفرق بين السؤال اللي هيقوله لك دلوقتي والسؤال اللي بعده السؤال اللي هيقوله لك دلوقتي أنواع أجهزة الإرسال شوف زي ما احنا قلنا الإزاعي التلفزيوني الفاكس النت الكلام ده كل لما أجا أقول لك أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي تختلف. اللي هنقولها دلوقتي. أجهزة الارسال ام وأجهزة الارسال اف ام. ليه بقولك كده برضو؟ احيانا بيجي في الامتحان يعني بيجي امتحان الطالب بيقرأ السؤال بسرعة. بسرعة. انواع أجهزة الارسال. انواع أجهزة الارسال الازاعي. شوف كلمة. مع السرعة هو ممكن ما يشوفش كلمة الازاع دي. ورح أرى كلمة أنواع أجهزة الإرسال ورح أحط الأجزاء اللي خاصة بأنواع أجهزة الإرسال الإرسال التلفزيون وإرسال الإزاعة لا ده أنا محدد لك هنا أجهزة الإرسال الإزاعي يبقى لازم تقرأ السؤال بتقني كويس جدا وكلام ده هنقوله في الحلقات بتاعة المراجعة إنما دلوقتي لازم تبقى مركز في كل عنوان تخلي بالك في كل عنوان بنقوله مركز فيه فيه فرق وإنت ذات نفسك بتبتلك تقارن آه ده فيه أنواع أجهزة الإرسال وفيه أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي وهي هي تقسيم أجهزة الإرسال تقسيم أجهزة الإرسال الإزاعي أنا عارف الكلام ده كويس قوي طيب نتكلم على أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي تقسيم أجهزة الإرسال الإزاعي بيتم تقسيم أجهزة الإرسال الإزاعي إلى نوعين وبقسمة على أساس نوع التعديل أو التشكيل أو التحميل اللي أنا لسه قيل عليه مش إحنا لسه قيلين من شوية التعديل اللي أنا حطه موجود الترد المخافض على موجود الترد عالي عشان تروح لمسافات بعيدة أيوة أنواع التعديل دي هي اللي بتحدد لي أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي بنقسمها إلى نوعين أجهزة إرسال إزاعي تعديل اتساعي AM وأجهزة إرسال إزاعي تعديل ترددي FM التعديل الإزاعي اللي هو الAM بيسموه Ambritude Modulation التعديل الترددي اللي هو الFM بنسميه Frequency Modulation وكلام ده حنقوله بالتفصيل كله والدوار بتاعته إنما اللي همني دلوقتي أن أنت دلوقتي عرفت تقسيم أجهزة الإرسال الإزاعي أو أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي قسمناها ليه؟ على أساس إيه؟ قسمناها على أساس نوع التعديل التعديل عندي نوع AM ونوع FM وحنبلس النوعين بالتفصيل من رسم تخطيتي لرسم دوار تفصيلية تعالوا نشوف الجزء الخاص بأنواع أجهزة الإرسال الإزاعي أنواع أجهزة الإرسال الإزاعي يوجد نوعان من أجهزة الإرسال الإزاعي وذلك باختلاف طريقة التعديل والتشكيل المستخدمة اللي هي التحميل اللي نحن قلنا عليه طريقة وضع الموجة التردد مخفض على موجة التردد العالي أول نوع عندي الإرسال بطريقة التعديل التساعي الAM تاني نوع الإرسال بطريقة التعديل التردد اللي هو الFM طيب تعالوا نشوف بقى أول نوع اللي هو التعديل عن طريق الAM واشوف الأول الغرض من التعديل التساعي الAM الغرض من التعديل التساعي الAM خلي بالك بقى معايا عشان حنقول الكلام ده بالتفصيل. لسه قايلين من شوية. ان ده انا عشان تروح لك موجة الصوت. اللي ترددها مخافض. بحطها على موجة التردد عالي. وروح باعتها لاجهزة الاستقبال. وبعد ما باعتها لاجهزة الاستقبال بتبقى وصلت مين اللي وصلها موجة التردد العالي. اللي وصلها موجة مين التردد العالي. طب موجة التردد العالي دي. هتفضل معايا بعد اما الاشارة بتاعة التردد المخافض دي بتاعة الصوت. توصل لاجهزة الاستقبال? لأ. جوة اجهزة الاستقبال في دائرة اسمها دائرة الكشف. يبقى في الارسال في دائرة اسمها دائرة التعديل اللي بتحط موجة التردد المخافض على موجة التردد العالي. وفي اجهزة الاستقبال في دائرة اسمها دائرة الكشف. اللي تفصل تردد المخافض التردد العالي. لان احنا بنا لمسمعش التردد العالي. احنا بناسمع التردد مخافط. تردد العالي وطلع على السماعة هتسمع صوت صفارة. فعايزين نخلص من التردد العالي بدخلص عن طريق داية الكشف. وداية الكشف بتدي تفصل المقلة الحاملة على المقلة لموجة الصوت عن المقلة الحاملة وترجع لي تاني المقلة الاصلية اللي انا كنتical. طب الكلام ده عايزين نفهمه. واحدة واحدة. هل يبتدون يفهموا عن طريق رسم تخطيطي بيوضح لي الغرض من عملية التعديل الاتساعي في الإرسال عشان نوصل الإشارة لأجهزة الاستقبال. أنا هبعت إشارة صوت هشوف إشارة الصوت دي هتخش في دوار التعديل في الإرسال وتخش على دوار الكشف في الاستقبال وتطلع لي على السماعة هو هو الصوت اللي أنا كنت بعته تعال نشوف الكلام دي على الشاشة الغرض من عملية أو من التعديل الاتساعي اللي هو الام من موديوليشن بص بقى خلي بقى معايا. بص كده على الجزء اللي هو الدخل بتاعي في إشارة هنا عايز أبعتها اسمها إشارة المعلومات. بنسميها الإشارة المعدلة. دي إشارة الصوت اللي أنا عايز أبعتها. دخلتها على في الإرسال طبعا على التعديل التساعي مرحلة يسميها مرحلة التعديل التساعي. تطلع لها هنا بموجة التردد العالي اللي بنسميها الموجة الحاملة. يعني الموجة دي هتشيل وتطلع الموجة المعدلة تعديل الام اللي بنسميها خلي بالك هنا. دي اسمها موديوليتينج سيجنل أو ويف دي اتنين صح. ودي اسمها موديوليتينج الإشارة المعدلة. دي الإشارة المعدلة. خدت الإشارة هي موجة حاملة وموجة محمولة وبعدتها من أجهز الإرسال لأجهزة اتنين لاستقبال. هي هي الإشارة بعيدة. دخلت على كاشف التعديل الاتساعي اللي بنسميه عمل ايه؟ فصل الموجة الحاملة عن المحمولة. هذه الموجة المحمولة هي إشارة مين؟ الصوت يعني كأن الإشارة دي خارجة من المايكروفون وهي هي الإشارة اللي تطلع من هنا وتخش على السماعة عشان اسمع الصوت نفسه. تعال بقى ناخد الجزء ده خطوة خطوة بلوك بلوك نقول كل بلوك بيعمل ايه بالزبط؟ بالتفصيل نشوف الإشارة بتاعة الإشارة الصوت أو الإشارة اللي سميناها ميديو ديت سيجنال والإشارة بتاع الكاريير ويف والإشارة ميديو ديت سيجنال ولما داخلت على التعديل ايه اللي تم ولما راحت للكاشف ايه اللي تم. تعال نشوف الكلام ده هنشوف دلوقتي شرح الهدف او الغرض من التعديل طبعا التعديل اساسه والغرض بتاعه هو ان احنا نبعت لمسافات بعيدة تشوفها قادي الموديلات الإشارة اللي عايزة باعتها الصوت نفترض ان هو اللي خارج من المايكروفون دلوقتي هدخلها عداية التعديل في الإرسال طبعا وبعد كده هيبقى فيه عند الكاريير ويف موجة حاملة هيا هتبتدى تشيل اشارة الصوت دي او الاشارة المعبرة عن الصوت الكاريبين معبرة عن الصوت وتتقمن لها عملية التعديل ان كل ده مش رح لك الغرض او الهدف من التعديل خلاص اتحملت موجة الترد المخافض على موجة الترد على اللي هتروح لمسافات بعيدة كنا بيك احنا نشتح التعديل ده بالتفصيل راحت بعد كده لاجهزة الاستقبال مشيت في المسافات البعيدة ووصلت لجهزة الاستقبال انا عندي موجة الترد المخافض اللي هي موجودة المحمولة وموجة الترد عالي اللي هي الحاملة ايه اللي هيتم ادخله مع عادات الكاشف اللي هو الAMD Modulation او Modulation يعني AMD Modulation او بنسميه Detector هي من عمية الفصل بين الموجة الحاملة والمحمولة وبعد كده تطلع للموجة الكهربية المعبرة عن الصوت وبعد كده خدتها واخدها بعد كده على مين على السماعة طب تعالى بقى نشوف التعديل الاتساعي اللي هو الAMD اللي هو بنسميه Amplitude Modulation هنتكلم دلوقتي على التعديل نفسه انا لسه اهل لك داية التعديل دي بتحط موجة الترد المخافض على موجة الترد العالي ايه الكلام ده بيتم ازاي دا اللي هنتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي التعديل الاتساعي ليه تعريف وزي ما انا قلت في بداية الحلقة احنا ما بنحفظش احنا بنفهم فهنشرح التعديل ازاي الموجة الموجة الترد المخافضة اتحطت على موجة الترد العالي ومن خلال فهمنا للشرح هنستخلص التعريف ونطلع التعريف كده بفهم مش بحفظ تعاني شوف الكلام ده تعديل الاتساعي اللي هو الام وحدة التعديل اهي هدخل عليها موجة الترد المخافض هو دخل عليها برضو موجة التردد العالي اذا بدأت التعديل لقى داخلين خليك فاكر دائلة التعديل لقى كم دخل داخلين تردد مخافض وتردد عالي الخارج بتاعها هيبقى اشارة معدلة موجة التردد المخافض اهي موجودة فوق موجة التردد العالي عايزين上 نشوف الكلام ده بقى بص ادي موجة التردد المخافض المديوليات يكسيجني دي الاشارة اللي عايز ابعتها. ودي الاشارة بتاعت الكارير ويف. الموجة الحاملة. بص خلي بقى اتمن معي. الاشارة بتاعت الموجة الحاملة دي. سبتة في التردد وفي الاتساع. طولها واحد وترددها واحد. عاية الزبزبات في الثانية. بص بقى لما دخلت الاشارتين دول على دائرة التعديل. طلعت اشارة معدلة. تعاني نشوف الاشارة المعدلة اللي طلعت كده. اللي هي الموديو دينج ويف. بص. خلال النص في الموجة. لاتساع كبير جدا. بص كبرة الموجة الحاملة هي. وخلال النص في السالب قلت الموجة الحاملة. نص الموجة بالتاني. الله دي الاشارة دي بص خلي بقى معي. اتساع الموجة الحاملة اهو. بيزيد ويقل. على حسب مين? مش بمزاجه. ده على حسب الموجة المحمولة. في الموجة بيزيد وفي السالب بيقل. اذا في تغير حادث اهو. في اتساع الموجة الحاملة بيزيد ويقل اهو. الطول بيزيد ويقل. طبعا للموجة المحمولة. نص الموجة بيزيد نص السالب بيقل. بس التردد سابت. بس زياد التردد العالي. طبعا للموجة المحمولة. زياد التردد المخفض. عند ثبوت التردد. يبقى اتساع بيقل. بيزيد ويقل. على حسب اتساع الموجة الحاملة. والتردد هنا عندي سابت. تخيل الكلام اللي انا قلت ده. هو تعريف التعديل التساعي. مش هده لسه اقيل لك. اتساع الموجة الحاملة. تردد العالي بتاعها. التساع بتاعها بيزيد ويقل. في الجزء الموجة بتاع الاشارة المحمولة. تردد المخفض. في الجزء الموجة التساع بيزيد. في الجزء السالب التساع بيقل. الجزء الموجة بتساع بيزيد. اهو التساع بيزيد ويقل. انما عدد الزبزبات في الثاني الوحدة ثابت. طب الكلام ده كلام خويس جدا. تعال بقى نشوف احنا بقولك ده تخيل ده تعريف التعديل. لأ لسه عايزين نخش اكتر عشان نفهمه بالتفصيل برضو التعريف ده. تعال نشوف بقى. الشكل اللي كنت باشرع عليه تعال خلي بالك معي على الشاشة كده. الشكل ده. انا عايزة اشوف اتعامل ازاي في داية التعديل. تعال نشوف الكلام ده. كيف يتم التعديل الاتساعي. بص. خلي بالك بقى معي بص. تعال نشوف بقى كده. هدخل الموجات على بعضها. واشوف السيجنال ويف والكاريير ويف. واشوف الاتنين مع بعض. خلي بالك بقى معي. لو بصت كده. هلاقي عندي هنا. في. في عندي هنا. بص خلي بقى اجبقى معي. في عندي كم موجة اهم. ادي. الجزء الخاص بالموجة الصوتية. اللي بنسميها السيجنال ويف. دي الموجة المحمولة. تعال نشوف هنا. دي الكاريير ويف اللي هي الموجة الحاملة. اهي. ثابتة. في التردد وفي الاتساع. بص بقى لما دخل عداية التعديل. اتنين دور عداية التعديل. الكاريير ويف والسيجنال. بص. بص في التساع بتاع الموجة الحاملة. دي. كي طلع كله ثابت. لأ. بدأت تتغير في النص الموجة. الاتساع بتزيد. وفي النص السريب التساع بيقل. تعال نشوفها جزء جزء. اي. بص في الموجة بيزيد وفي السالب بيقل. وقادي الام ويف الموجة المعددة تعديل التساع. تعال نشوف الجزء ده. انشأ منين? انشأ من طريق الموجة المحمولة. انشأ عن طريق مين? الموجة المحمولة. اللي هي ترددها منخفض. شوف كده الغلاف بقى اللي هيبقى بتاع الموجة الحاملة دي. شوف الشكله ايه? اللي هو الجزء اللي هيبتدي يترسم باللون الاحضر. خدتها على الموجة دي اهيه. بص هيبتدي الغلاف هو اللي يشكل لي. بص الغلاف هو اللي بيشكل الموجة الحاملة. يبقى والتغير اللي كان في الموجة الحاملة ده على حسب مين الموجة المحمولة. تمام? يبقى انا عرفت الشكل بتاعي بتاع مين? بتاع الموجة الحاملة دي. اتغير على اساس جزء الموجة بالسالب بتاع مين بتاع الموجة المحمولة. طيب يبقى ان اشفت الاشارة المعدلة وفي امتهى وعرفت جات من ايه? طيب تعاني نشوف فقا التعريف بتاعنا بتاع التعديل التساعي من خلال الشرح اللي احنا شفناه. ادي الموجة المعدلة اللي هي اللي تعدلك. ديبقى لو احنا قلنا تعريف التعديل التساعي اهو هو التغير في الموجة الحاملة ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المخفض عند ثبوت التردد اهو هو التغير الحادث في التساع. في التساع اسف احنا قلنا التردد لأ في التساع الموجة الحاملة. الطول بتاعها اللي هو بيزيد ويقل. ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المخفض عند ثبوت التردد. طب عزيم. تعاني نشوف بقى هنا كيف يتم التعديل التساعي الاي ام او طرق التعديل التساعي الاي ام. خلي بقى معي. هنتكلم دلوقتي كيف يتم او طرق تعديل الاتساعي الاي ام. الدوار بتاعت اللي بيتم عن طريقة تعديل التساعي اللي هو الاي ام. الدوار اللي عندي فيه نوعين من الدوار. النوعين دول اول اللي بيعمل عمية التعديل هو ترانزوستر. عنصر الترانزوستر. يا اما بيستخدم فيه خواص القعدة يا اما بيستخدم فيه خواص المجمع. يا اما بيستخدم القعدة بتاعت الترانزوستر ده النوع الاولاني او الدائرة الاولى النوع التانية اما بيستخدم فيه مجمع الترانزوستر دون النوعين اللي خاصين بالتردد العالي يعني التردد العالي لو دخل على خلي باكبق معاه على القاعدة يبقى كده بستخدم خواص القاعدة التردد العالي لو دخل على المجمع يبقى يستخدم خواص المجمع ومنما هنا دلوقتي اصبح التردد العالي فيه نوع هنشرحه دلوقتي لو بيستخدام خواص القاعدة يبقى التردو المخافض والتردو العالي هاتنين هيخشوا على مين على البيز بتاع الترانزوستور اللي هي قاعدة الترانزوستور تعا نشوف الكلام ده تتم عملية التعديل التساعي ال-A-M بعد الطرق منها طريقة تعديل التساع في دائرة القاعدة للترانزوستور اللي هي خواص القاعدة منين طريقة تعديل التساع في دائرة المجمع للترانزوستور اللي هي خواص المجمع تعا نشوف طرق تعديل ال-A-T-S-A-R في دائرة او طريقة تعديل التساع في دائرة القاعدة لمين للترانزوستور شرح العناصر اللي بدأت الدايرة نبدأ بيها الأول قادي عندي الدايرة بتاعتي اللي بيستخدم فيها خواص القاعدة هنا بيبقى فيه عندي محول تردد عالي بتخش عليه إشارة التردد العالي وهنا فيه عندي محول زياد قلب حديدي بتخش عليه إشارة التردد المخفض والاثنين هنا في الآخر بيوصلوا على القاعدة ده الكلام ده هنقول في طريقة العمل الترانزوستور ده بيعمل عملية بيقوم بعملية التعديل المقاومة والمكسف دول بيعملوا استقرار حراري منحياز مشاعر للترانزوستور والسي والإل دي بنسميها دائرة الخزن وفيه حس متبادل بين الملف ابتداء وملف السنوي عشان أخذ الإشارة المعدلة اللي هي ودي طبعا بطارية اللي هي بتوفر الجهود اللازمة لتشغيل الدايرة بتاعتي أو تشغيل الترانزوستور تعال نشوف كده طريقة عمل الدايرة بتاعة التعديل التساعي الـAM باستخدام خواص القاعدة اللي هي باستخدام الخواص اي خواص القاعدة اللي هي البيز بتاعة الترانزوستور تعال نشوف بقى هنا هتخش الشرط الترد العالي قاعدت نقل بطريقة حس المتبادل بين الملف الابتداء والملف السنوي تي واحد لقاعدة الترانزوستور اي وبعدين عن طريق ملف اللي هو التاني او محاول التاني اللي هو عزة قلب حديدي هتخش إشارة الترد المنخفض وهتتنقل برضو عن طريق الحس المتبادل بين الملف الابتداء والملف السنوي الى مين الى قاعدة الترانزوستور الاتنين دخلوا في القاعدة خلي بالك معايا الترانزوستور ده هنا هنقول الاشارة لما تخش بغير هذه القاعدة وتظهر مكبرة في المجمع ده الكلام ده لو دخل إشارة إشارة واحدة يعني لو دخل إشارة الترد العالي وحدها هنقول الكلام ده الترد المنخفض لوحدها هنقول الكلام ده إنما هنا جهد إشارة الترد المنخفض حيبتدي يغير في جهد انحياز القاعدة ويبتدي يتغير من التكبير بتاعي يعني الإشارة اللي هي بتاع الترد العالي لو لوحدها هتطلع مكبرة وخلاص ترد عالي إنما هنا دخول الترد المنخفض خلى التكبير في الخارج على مجمع الترانزوستور يزيد ويقل هبصت قلبك معي الإشارة كده بزيد وبيتدي تقل مين اللي عمل كده في الجهد الموجب أو في الجزء الموجب بتاع الإشارة بتاع الترد المخفض التسع بزيد في الجهد السائل بتاع الترد المخفض التسع بيقل يبقى إذن تغيير جهد القاعدة هنا عن طريق جهد الترد المخفض هو اللي بيعمل لعملات المودريشن اللي بيغير في تكبير الترانزوستور وبالتالي بيتغير التكبير بتاع أو الاتساع بتاع الإشارة وتطلع للإشارة المعدلة الام طيب تعالي نشوف فقا كيفية الحصول على إشارة معدلة تعديل التساعي عمليا نشوف أنا محتاج إيه دلوقتي عشان أعمل تجربة التعديل التساعي ودي عندنا في مادة النظر هعمل تجربة عملي هنا أنا هجيب مولد الترد المخفض خلي بالك وعيس قوي مولد التردد عالي ودخلوا معادلة التعديل واشوفوا الإشارة المعدلة طب إيه الحاجة إيه الأجهزة اللي أنا محتاجها محتاج مولد الترد مخفض محتاج مولد الترد عالي ومحتاج دارة التعديل ومحتاج أسلسكوب عشان أشوفوا الإشارات دي يبقى ده اللي أنا هشوفه اللي أنا عايزه طب كويس قوي ومحتاج كابلات توصيل محتاج إيه كابلات توصيل اللي أسلسك ومحتاج دايرة تغذية لو كانت دايرة التعديل بتاعتي مش داخل يعني مش داخلة مع دايرة تانية كلام ده هنفهمه من خلال الجزء اللي هنتكلم عليه دلوقتي لأن هشوف دايرة تعديل خلي بالك هشوف دايرة تعديل جواها مولد الترد العالي يعني يبقى أنا كده أحتاج بره بس مولد الترد مخفض ودالة التعديل نفسها جواها مولد الترد العالي يبقى محتاج تعديل دالة تعديل مولد الترد مخفض مولد الترد عالي اللي هو هنشوف دلوقتي داخل دالة المودوليشن ومحتاج الأسلسكوب وأسلاك التوصيل تعا نشوف الكلام ده على الشاشة نشوف كده واحدة تعديل دا اللي محتاجه وخلي بالك معايا أهي دالة التعديل محتاج مولد الترد مخفض عشان يجب لي إشارة التردد العالي التردد مخفض محتاج مولد التردد عالي عشان يجيب لي الموجة لحاملة ومحتاج أسلسكوب عشان أشوف الإشارة اللي أنا عدلتها الإشارة مين اللي أنا عدلتها طيب تعالى الجزء ده كده اللي أنا أتكلم فيه ده ده هو اللي خاص ان انا هعمل به دائرة التعديل الاتساعي تعاني شوف الكلام ده التعديل الاتساعي او دائرة التعديل الاتساعي والكاشف كمان هنشرحه ان انا هفصل الموجة بتاعت الترادد المخافض على موجة الترادد العالي عمليا للموجة الجايبية اللي هنسميها الساين ويف باستخدام مولي الترادد عالي داخل دائرة التعديل داخل دائرة مين التعديل عظيم تعالي نشوف كده فاشوف الجزء اللي هو خاص بالتعديل والكاشف ده عمليا ان شاء الله بإذن الله هنشوفه بالتفصيل ونبتد نشرحه بعد الفاصل ان شاء الله